نروح لنادي الزمالك واللي بيمر دلوقتي بأزمة كبيرة بسبب طبعا النتائج السيئة ونزيف النقط اللي وصل لأربعة عشر نقطة وده طبعا اللي كان سبب في استقالة السلاسي طارق يحيى المدرب العام ومتحة عبدالهادي المدرب المساعد وحسين السيد مدير الكورة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر ان هو يعين نبيل محمود في الجهاز المعاون لنيبوشة والزمالكوية على السوشل ميديا كانوا مدائين جدا من أحوال الفريق واختلفت الأراء ما بينهم حوالين طبعا مين المسؤول عن تدهور النتائج ومين المسؤول عن تدهور الأداء نادي الزمالك لعب حداشر مبارا في الدوري حصل منهم على تساعتاشر نقطة بس بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربع مباريات والهزيمة في ماتشين وبيحتل دلوقتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز تعالوا نشوف مع بعض ردود أفعال جمهور السوشل ميديا على مستوى نادي الزمالك في الدوري واستقالة الجهاز المعاون لنيبوشة ونبتدي مع أحمد وائل اللي علق وقال اللي معاه يمشو علشان يتحمل المسؤولية كاملة لأي خسارة ده على أساس أنه هو موجود ما كانش هو اللي بيتحملها كمان علي قال يعني إحنا كنا مستنين هم يمشوا نيبوشة أو يمشوا نيبوشة ويمسكوا طارق يحيا مدرب مؤقت لحد ما نجيب مدرب يقوم طارق يحيا يمشي ونيبوشة هو اللي يقعد إبراهيم كمان كتب كان لازم نيبوشة هو اللي يمشي ده الوقت المناسب لرحيله ونجيب إيهاب جلال رد عليه محمد منصور وكمان وقال نيبوشة كان لازم هو اللي يمشي ونلحق نجيب مدرب تاني يلحق يتأقلم مع الفريق قبل ما نبدأ الكونفدرالية وأحمد الثاوي كتب أنا شايف أن المشكلة ما كانتش في نيبوشة ولا الجهاز المعاون المشكلة في اللعبة نفسها وأخيرا سلمة قالت بالرغم من أي شيء الاستقاله دول ولاد النادي ولازم نحترم قرارهم ونشكرهم على اللي عملوا في الفترة اللي فاتت